قبل ان نبدأ تفضل انت ولا انا وهذا التقرير اللي انت بدأتك عنه شغل جواسيس انا بقول لك امام الملأ وناس لا يخجلوا على دمهم لانه احنا جامعة متطورة وفي كل يوم في تطوير لماذا الحديث عن كلام قاضي لا ليس له أرمان يعني بعد اذنك سيد احمد انا اتحفظ على مفردة جواسيس هذا التقرير صادر عن ديوان انا اقولك لو سمحت لي التقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية والادارية لا مش جامل صادر عن ديوان الرقابة ولا حاجة صادر عن جواسيس بقول لك انا قلت اللي بديعمل معاي المقابلة ابدأ معاك وقلت ويقعوا اهبتوا معاي في الحديث اتحدثوا معاي في التطوير لانه احنا جامعة متطورة ووضعناها على طاولة العالم بامورها المالية والادارية والاكاديمية في هذا الحديث تحكي معاي بعد اذنك سيد احمد سعيد اما انت روح اسأل الرقابة المالية ما تسألنيش انا عن امور الجامعة طيب لو سمحت لي بعد اذا حضرتك كذا تقرير بين ايدينا ولا مستعد اسمعه مش مستعد اسمعه لانه قالوا لي شو اللي قالوا ما قرأتش التقرير انت حضرتك لم تقلق التقرير لا قرأوا لي اياه شو تعقيبك عليه بصلاة ولا بدي اعقب انا بقولك جواسيس يا سيد احمد انت 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 عضو لجنة تنفيذية بعد اذا حضرتك 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 لو سمحت لي لو سمحت لي انا ساسأل الرقابة المالية والادارية لكن حضرتك شخصية اعتبارية عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحليم اطلاق مفردة جواسيس هذه شوية ممكن تكون يعني شوية فيها مشكلة